السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم الدرس الجديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واضع لايك الفيديو اللي يصلكم كله جديد البعض يتابع القناة لا تنسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد انك ضغط على زر الاشتراك وانفعل زر التنبيهات اللي يصلك كل يوم فيديو جديد باذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن demonstratives اذا اسماء الاشارة في اللغة العربية باللغة الانجليزية demonstratives لدينا اربع انواع من ادوات الاشارة في اللغة الانجليزية البعض استخدم مع المفرد للقريب والبعض مع الجمع القريب او بيكون عندنا المفرد البعيد او الجمع البعيد this لدينا that these those this that these those this هذا او هذه طبعا تستخدم مع العاقل والغير عاقل يعني مع الانسان وغير الانسان this that ذاك تلك that ذاك تلك الاثنين بحالة المفرد اذا singular اذا مفرد مفرد يعني واحد these هؤلاء those اولائك these those نستخدمه مع plural يعني الجمع الجمع باللغة الانجليزية اكتر من واحد بيكون عندنا جمع these those تستخدم يا ما يكون الشيء قريب مني بهذه الحالة استخدم this اذا كان الشيء بعيد مني استخدم that this is a door يعني هذا باب that is a window تلك نافذة اذا بعيد عني اذا مع المفرد القريب استخدم this مع المفرد البعيد استخدم that these these استخدمها مع الجمع القريب these are doors يعني هذه ابواب اذا شيء قريب مني those are windows تلك نوافذ اذا جمع بعيد اذا this these تستخدم مع القريب يعني near from the speaker يعني قريب من المتكلم that those تستخدم مع البعيد far from the speaker اذا بعيد عن المتكلم these those استخدمها مع plural يعني الجمع this that استخدمها مع singular اذا المفرد ننتبه دائما is استخدمها مع المفرد are بيكون مع الجمع this is that is these these are those are اذا دائما this و that لانه مفرد استخدم بعدهم is these those جمع استخدم معهم are this is a car يعني هذه سيارة that is a cloud تلك غيمة that is a cloud اذا استخدمنا مع that is these are cars هذه سيارات those are clouds اذا تلك اولائك غيوم لاحظ is a car is a cloud are cars يعني حذفنا ال a وضعنا s الجمع these are cars ايضا are حذفنا ال a وضعنا s لكلمة cloud تصبح clouds this is a car that that is a cloud these are cars those are clouds اذا بعد this استخدم is that is ايضا these are those are اذا ممكن بعد that او this those these استخدم اسم that bag is heavy يعني تلك الحقيبة تكون ثقيلة this bag is light هذه الحقيبة تكون خفيفة that bag is heavy this bag is light those are my brothers يعني اولائك هم اخوتي those are my brothers these are his brothers هؤلاء اخوته those يعني اولائك يعني بعيدين عني يعني بعيد عن المتكلم these قريب من المتكلم that this مع المفرد لذا استخدمنا is those these مع الجما استخدمنا بعدهم are this is a nice cat هذه قطة جميلة لاحظ استخدمنا صفة قبل الاسم وصفنا به الموصوف هو cat القطة this is a nice cat this is a big house this is a small car وهكذا these are nice cats these are nice cats لاحظ حذفنا ال a وضعنا s ل الاسم لكن الصفة لا تجمع لا نقول nice is إذن هذا خطأ that is a black door ذاك باب أسود ممكن نقول ذاك يكون باب أسود دائما الصفة لاحظ تأتي قبل الموصوف لا نقول that is a door black that is a black door those are black doors إذن حرفنا ال a وضعنا s ل door لكن الصفة كما قلنا لا تجمع لا نقول blacks بهذا الشكل إذن هذا خطأ مثلا أبواب سوداء إذن الصفة لا تجمع في اللغة الإنجليزية this car is new يعني هذه السيارة تكون جديدة this car is new أو ممكن باشرة استخدم this is أضع a this is a new car هذه سيارة جديدة إذن الاثنين صحيحة this car is new this is a new car this is أحمد speaking يعني هذا أحمد يتحدث مثلا يكون عند مكالمة بالهاتف who is speaking من يتحدث this is أحمد speaking this is ماري speaking وهكذا this is correct هذا صحيح إذا نقول ليس صحيح أضع this is incorrect this is correct this is incorrect these cars are new يعني هذه السيارات تكون جديدة these are new cars هذه تكون سيارات جديدة ممكن شيء خصيص سأل لماذا نضع a وهذا المكان لأن عدنا s الجمع كيف يكون عدنا a مفرد وضع الس الجمع إذا تحذف s الجمع إذا ننتبه as أنترجم ها يكون ولدينا r أيضا يكون عدنا يكون this this is new this is a new car this is أحمد speaking this is correct this is incorrect these cars are new these are new cars بهذا الشكل الهين درسنا هذا اليوم تكلمنا عن this that these those this that singular يعني المفرد these those للجمع this these near from the speaker يعني قريب من المتكلم that those far from the speaker بعيد عن المتكلم this that استخدم بعدها is these those استخدم بعدها are بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن demonstratives إذن أسماء الإشارة وأدوات الإشارة أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة